بسا مكملين مع النجم الكبير الكابتن رضا عبدالعال كابتن رضا توضيحا في كابتن خارج كامل كلمني وقال ان في دوريين 2001 و2003 بتتعك ليه عشان ان في دوريين بس الاندية مش مهتمة بيه انت بقول ليه الاتحاد ما يكبرهمش ان هم طالما ان في مسابقة اهتمها يقولوا ايه يقولوا ايه يوقع عقوبة على النادي اللي هو مش هيعمل فرقة واحد وعشرين سنة هو في فرق يعني مع كل احترام هو بقولك 2001 و2003 طب 2001 ده انا عنده كم سنة 22 سنة اه صح طب انا ما اسمعتش على دوري 22 سنة لا هي الاندية الكبيرة فعلا مش مهتمة بيه والدرجة ان فرقة 2003 مثلا في الزمانك في شكاوى كبيرة جدا وعيز اقولك ان قطاع ناشئين في الاهلي وفي الزمانك دايا بالزبط دايا يعني اعيز اقولك مثلا ان المدربين في الزمانك بالهم اربع شهر ما بيهبطوش نفس القصة بالنسبة في الاهلي المرتبات المدربين بتشتكن المرتبات ضعيفة الى جانب ان فيه جزئية مهمة جدا كابتر ريضا ان زمان كان كل الاسماء الكبيرة اللي بتبطل بتمسك في الناشئين دلوقتي لأ ليه ما عرفش انت حررتك اللي تقولي هل عشان رواتب هل عشان ايه رواتب ايه دا الناس دي اصلا بتبقى عايزة تعمل تاريخ ليها انا لسا مبطل يا اسلام ما همنيش المادة قد ما همني لان انا بطل دلوقتي بقى مستقبلي فين في التدريب انا ممكن ادرب ببلاش نادي اهلي او زمالك وما اخدش فلوس وممكن ادفع من جيبي فلوس بس لما هتعلم من خلال فرقة بتديني خبرات غير مسبوقة ليه لان انت طبيعي لما بتمسك النادي الاهلي او نادي الزمالك دول بالعب على بطلات فانت قلبك مش هوجعك مع اللعيبة انما انت قلبك يوجعك مع الفرقة اللي هي يقولك اهم حاجة مخسرش خمسة من الاهلي او من الزمالك فالفكر هنا مختلف فيه فكر بيلعب على ان ياخد بطولة وفيه فكر تاني ان هو ما اخسرش خمسة او ستة من نادي زي النادي الآلي او نادي الزمالك فانا بقولك اهو واسأل اي واحد مبطل بس هي الاسف الادارات اللي بتقلق من اللعيبة دي مع انت دلوقتي جايب مثلا مع كل الاحترام في النادي الآلي او نادي الزمالك ما تعرفهمش ما لعبوش واخد بال حضرتك عشان انه هو يرمهولهم هم يوافقوا به اللي دولهم هم يوافقوا به كانت رضا فيه اكاديميات فرقها وانديتها وانديها كمان صعدة او انديها في القسم التاني والتالت عندهم فرق ناشئين بيتفوقوا على فرق في الدور الممتاز ايوا على الاهل والزمالك ايوا ليه ما انا بقولك ليه لانهم دولة ما عندهمش الاكاديميات اللي هي الاهل والزمالك بيعتمد عليهم عشان انهم هم يصرفوا على نفسيهم ويريح دماغي انت دلوقتي بتصرف كاهل وزمالك على الناشئين قد ايه مبالغ واخد بالك طلعت كم ناشئ بالك عشر سنين هنا او هنا يبقى بتصرف ليه يبقى بتعمل ناشئين ليه يبقى بتعمل هو بقى بيعمل اكاديميات عشان يغطي فشله واخد بالك روح اتفرج على الاكاديميات دي هتلاقي لعيبة بكروش لا هي الاكاديميات دي هو بيرضي فيها اعضاء النادي اللي نفسهم ولادهم يلعبوا رياضة فبالتالي بيدفعوا فلوس علشان ولادهم يبقوا بيلعبوا كورة او بيلعبوا او انا المفروض اهلي وزمالك ميخدش فلوس من ولاد النادي اعمل الاكاديميات دي لكن هو لا بس كان في قطعات ناشئين قوية كابتال رضا ايوة زي ام بي وزي المقاولين وزي بترجيكة لا في الزمالك والاهلي لكن فكرة الاستصبار لا 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 زمان لما كان فيه علي شعرف هنا ومصطفى حسين هنا معنا الكامل الاحترام ليوم الاثنين كابتال علي شعرف وكابتال مصطفى حسين في الآلي والزمالك فانت لما هتجيب انت جيبت في فترة من فترة في النادي الآلي كابتال صفة عب حليم وجيبت مرة كابتال ممي الشربيني اللي هو رئيس خطاع فكان بيجيب لك مدربين كان بيبقى تحت ايديه فيه كابتال اكرامي وفيه كابتال شطا وفيه كابتال حسين البدري وفيه ده في الآلي وفي الزمالي بقى كان فيه طريق يحيى وكان محمد حلمي ومحمد حلمي ده كان صح بعد كده ايه اللي حصل ما تعرفش حصل خلافات مع الادارات بص انا بقول لك والله العظيم الموضوع مش موضوع مادة الموضوع ان ايه دارة مثلا تقول لك ايه ايد اسلام والمدير الفني عارف ان اسلام ده قليل ما عندوش فكرة واخد بالك فيقول لك لا فييجي من هنا الصدام عشان يمشيك ويجيب واحد تاني عشان يبقى حاضر ونعم اه بس اسلام ده بيبقى ابوه عضو في النادي ماليش دعوة ففيه صوت انتخابي في وقت الانتخابات هحتاج ابو اسلام وعيلة اسلام ما تخلناش نقول ايه الانتخابات ايه انتخابات انا اهم حاجة عند النادي لا اه ده دولت يبقى امور ده يبقى دولت يعني عندهم مرض نفسي انا اهم حاجة الاهل والزمالك انت الاهل والزمالك ده في فترة من الفترات ما كانش اللاعب يبقى عالف الرازة زي ما بيقوله ما كانش بيلعب اه طبعا واخد بالك انما تقول لي صوت صوت ايه ما يولعب الجايز ما يسقط اهم حاجة النادي يعني بعض الادارات بتفكر بالطريقة دي دول مرض ده يقولك ملكش دعوة انا باخد بطولات او بنافس في الفريل اول ما هو ده اللي ضيعنا ما هو ده اللي ضيع القرى في مصر انا بقولك ده بيحصل فقال ايوه بيحصل انا عارف بيحصل حاليا اه اللي بيحصل دلوقتي لكن قبل كده ما كانش بيحصل الصوت عندي الصوت عندي اهم من ميت بطولة ان انا اضمن صوت اسلام ده اهم عندي ما اخد ميت بطولة طيب وده اسمه كلاما ده اسمه كلاما لا طبعا غلط واكبر غلط وعسل كده لا ومن ضمن الاسواق الحرارات ذكرتها مثلا كان كابتن بدر رجب بدر رجب بدر رجب دوت حاليا بيقود التطوير في الامارات يعني انت عارف دلوقتي بيجيبه مدربين اجانب هو اللي بيشرف عليهم هو اللي بيديهم البرامج التدريبية اللي هم بيشتغلوا بيها يعني تخيل والكابتن علي خليل كان الاتحاد الدولي بيستعين به في تطوير برامج الناشئين لا ده بقى ليه ما يجيش مثلا نادي الزمالك ونستفاد بلاش نسيبك من نادي الزمالك في اتحاد الكرة تطوير مسابقات الناشئين ما يجيش ليه في اتحاد الكرة هم بدر رجب بقى هو علي خريقة اللي 2 دولار تيجوا بقى انتوا جابين لنا كوارس تاح هم هتخلناش بولتم يا عم إستاذ كوارس تاح ده عشان ده صاحب فلان وابو صاحب فلان وصاحب علان في هات ده عشان أصل مولانا وبطيخ مولانا لما الكفاءات دي عمرها عشان كده الكرة مش هتنها دينا في مصر الكرة مش هتنها لأن انت ما بتجيبش الرجل المناسب في المكان المناسب ودايما بقول يعني الناس اللي فوق بقى يعني اللي في الوزارة هو وزير الرياضة دكتور أشرف صبح واللي فوق وزير الرياضة الدولة يعني انت بتتكلم مشروع دولة بالزبط كده هو مش جير رئيس مرة من المرات قالك ما تجيبوش أجنابي ما قال أجنابي زي المصري هو الرجل يعني سيادة الرئيس قالي الكلام ده بعدها بأسبوعين جبنا كيروش حصل بعدها بفترة يعني ما ينفعش اللي هو يعني هو بيوجهك أن يا جماعة طوروا للدنيا طالما أن الدنيا مش فرقة فطوروا اللعيبة أو طوروا الإمكانيات هو الراجل فاهم ما أنت بتجيب اللي هو أنه قاضة بتاعة المدربين الأجانب يبقى المدربين المصريين أحسن منهم على قال لي بيكلموا عربي ووصلوا للمعيب المعلومة هو الراجل الكيروش ده جيه عمل إيه ما عملش حاجة أنت بتجيب الأجنبي عشان نتعلم منه عشان يطورنا ما بنتطورش معاه أنت دلوقتي هتروح بعيد للألو الزمان ده جايب مدرب بعد كده وده جايب مدرب بعد كده صح؟ حد منهم طور العيد حد منهم بغير طريقة لعبه في مطش يعني أنا مثلا أقل حاجة أقل في كورة في مطش اللي هو بلوزداب ده أنا رايح ألعب عن مكسب حصل بلعب بتاعة مساكية هتكسب إزاي والتاني رايح يلعب سنداونس جيم مفتوح يا نهار السود ده إيه الفكرة ده ده في رق الكورة